السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على أحلى أخوات ومدابعين في الدنيا وصفتنا النهاردة وصفة محبوبة للكل ومشرفة على كل السفر بتاعتنا وفي أي زومة وفي أي وقت هنامل مع بعض النهاردة أحلى وأطعم صنية جلاج باللحمة المفرومة ممكن تكوني عملتها قبل كده بتكات خفيفة جدا جدا بس عاوز أقولك بتودي طعمها في حتة تانية خالص حاجات بسيطة وتكات بسيطة بس بتفرق جدا جدا في الآخر يلا بينا نسمى الله ونصلى على الرسول ونبدأ ونشوف احنا عملناها ازاي وايه هي التكات الخفيفة دي بس طبعا قبل ما نبدأ ما تنسينيش في لايك وشير للفيديو اول حاجة معي هنا هنعمل العصاق بتاع اللحمة العصاق بتاع اللحمة العادي خالص اللي كلنا بنعمله وكلنا بنعرف نعمله بس البنوتات الحلوة المبتدئين هما اللي ركزوا معنا في الخطوات دي اول حاجة نزلت كده بمعلقتين من الزيت وبعدين نزلت ببسلتين كبار مفرومين وهبقى اشوح البصل بتاعتي لحد ما تدبل وكمان رحيتها تطلع انا مش عاوزة حمرها انا عاوزة بس اشم رحة البصلة كده وهي دخلة على تحميل بس زي ما انت شايفة كده يكون اللون بتاعها شفاف عادي خالص بعد كده بقى هنزل عليها بنص كيلو من اللحمة المفرومة والصناية بتاعتنا قص الناردة هتاخد حوالي ربع كيلو بس من اللحمة المفرومة وبقيت النص كيلو بقى نقدر نعينه ونستخدمه في اي وصفة من الوصفات التانية يعني كمان بخلاف ان هي حلوة وطعمة وجديدة كمان وكمان موفرة اقتصادية ما بتاخدش كمية لحمة كبيرة ولا اي حاجة قلبنا اللحمة بقى كده الحاد ما خلاص ما بقاش فيها اي لون من اللون الاحمر كده وبقى كود لها اللون هابوني زي ما انت شايفة كده نبدأ بقى في المرحلة دي ننزل بالتوابل بتاعتنا ونحاول على قد ما نقدر ما نحطش توابل كتير علشان بس ما تغيرش من طعم اللحمة بتاعتنا حطيت كده نص معلقة صغيرة من الفلفل الاسمر ونص معلقة صغيرة من السبع بهارات وبعد كده هزبط الملح بتاعي وديها بس ربع معلقة صغيرة كده من السكر بتفرق جدا جدا في العصاج بتاع اللحمة وبس كده ومش هحط اي توابل اضافية اكتر من كده هم دوروا بس تقليبتين كده بس علشان كله يمتزج مع بعضه وطبعا البصل بينزل ميا يعني هيبقى فيه شوية ميا كده يسوي اللحمة بتاعتنا ويمتزج كل المكونات مع بعض بس بننزل بمعلقتين اتنين بس من الميا معهم كده علشان المكونات كلها هنضمن ان هي امتزجت ويدمجت كده مع بعض تقليبة حلوة كده بقى وراحطها على النار جنبي لحايد ما تكمل السواب تاعها ودي معي هنا لفة الجلاش بتاعتي نص كيلو من الجلاش لفة عادي خالص بس اهم حاجة نغطيها بفوتة كده علشان ورق الجلاش ما ينشافش معنا وطبعا معي السمنة السايحة بتاعتي او الزبدة السايحة او سمنة على زبدة بس بنحاول ما نحطيش زيت بس السمنة بتخدي طعم حلو قوي قوي للجلاش والطبقات الجلاش نجيب بقى الصانية بتاعتنا الحلوة كده اللي هنعمل فيها الطاجين اللي هنعمل فيها يعني ونبدأ بقى ندهنه بالسمنة ونبدأ بقى نرس ايه طبقات الورق بتاعنا طبقة طبقة كل ورقتين طبقة مش هنرس ورقة ورقة كل ورقتين كده طبقة ونعمل طبقة من السمنة عليها ونحاول على قد ما نقدر ان احنا نوزع السمنة بس في نفس الوقت ما تكونش الكمية كبيرة اوه وزع السمنة كويس بين طبقات الجلاش لان ده هو اللي بيورق الطبقات معنا مش هنحط ورقة ورقة زي ما قلنا ونتعب نفسنا لأ ورقتين ورقتين كده ونحاول نطلع طرفي من هنا وطرفي من هنا علشان نقفل على الحشوة بعد كده زي ما انتش شايفة كده شايفة دهنا خفيفة جدا جدا ما بنقطرش كمية السمنة بس بنوزعها كويس في كل الورق هنعمل بقى نص لفة الجلاش اللي معانا بنفس الطريقة دي ورقتين ورقتين ونحط سمنة من احلى واطعم صواني اللي احنا ممكن نعملها اللي بتشرفنا على اي زومة وعلى اي صفرة بتنفع في اي وقت ممكن كمان تنفع كمان في ايام عادية كده لوحدها جنب شوية السرطة كده وشوية بزرز محمرة والله عليها اخر ورقة كده بقى حطناها مدهنهاش من على الوش سمنة حطينا بس ورقة كده وروحنا نلزين بقى بنص كمية اللحمة المفرومة اللي احنا عملناها احنا قلنا ان احنا كنا عاملين نص كيلو من اللحمة المفرومة دور حوالي ربع كيلو منها والله عليها ايه ومفروضة في الصينية كويس جدا وكمية حلوة اوي 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 يعني زي ما قلنا ان هي وصفة تعمة ولزيزة وفي نفس الوقت كمان اقتصادية ما بتاخدش مكونات كتير نقفل بقى الانصص كده اللي كانت طلع من نينة من بره وندهن بردو نقفل الحتة كده وندهن عليها سمنة ونجيب الجزء التاني بردو عليها بنفس الطريقة دهن السمنة كده وناخد بقى اخر ورقتين من الجلاش كده ونحطهم على الوش حطينا ورقة كده وبنروح مسكنها من تحت بقى احنا طبعا في الاول خدنا الطرف وحطناه على فوق ده بس علشان يطلع بقى شكل صنية مزبوطة مننا ومت سوية بنرفع كده الجلاش ونزبطه من تحته نلف الناحية التانية كده وندهنها سمنة علشان لما ناخد الورقة التانية نبقى متمكنين يعني ان احنا نعرف نفردها ونتنيها تحتها كده ودي اخر ورقة هوا زي ما انت شايفة ونحو اخدنها برضو وحطنها من تحت كده ونزبطنها على الاخر وبس كده ودي صنية الجلاش بداتنا اتزبطت معانا وشايفين شكلها عامل ازاي ومتسوية جدا وطبعا لازم قبل ما تدخل الفرن لازم نقطعها قطعيها بقى الحجم اللي انت عاوزاه يعني تلاتة اربعة انا هقطعها الصنية كده بالطول على تلاتة وبالعرض كمان على تلاتة تبقى القطعة كده حلوة ومزبوطة لكن لو عاوزة تقطعي اصغر من كده هنقطع تلاتة ونقطع العرض اللي هو الطولها ده على اربعة هتكون الحجم اصغر من كده بس ده بالنسبة ان احنا كويس جدا لو انت عاوزة الصغرية عن كده اوكي مفيش اي مشكلة قطعي مزبوط ان هي تبقى متقطعها حلوة اوي ان انت لما تيجي تطلع من الفرن يا دوبك ان انت تسلكيها من بعضها بس ودي شكلها اهو بعد ما تقطعت نعمل بقى خليط التشريب بتاعنا بقى معايا اهو معلقة من السمنة اللي احنا كنا بندهن بها طبقات الجلاج هفضي اكسر عليها كده بضايا طبعا بيت يبقى لازم نحط رشة من الفلفل اصمر علشان زفارة البيت طبعا وحط كمان عليها رشة صغيرة من الملح علشان نحيقه بس انبخاره كده وحط كمان كوباية من الحليب بطريقة حرارة الغرفة عادي جدا واضرب البيت طبعا كويس جدا جدا نحاول ان احنا نضرب البيت طبعا كويس علشان مبقاش السفار والبيض مفصولين كده ونلاقيه عايمين على الوش والتكاية اللي تدي تستهايل جدا جدا في الصينية بتاعتنا وبتوديه في حتة تانية خالص نص كوباية كده من الجبنة الموزاريلا او اي ميكس جبن مبشورة عندك اللي انت تحبيه واللي انت تفضليه بنقلبه كده مع خليط التشريب بتاعنا ونوزعه بقى على الصينية بتاعتنا نشربها كويس جدا ومش هنستنى بقى ان الصينية بتاعتنا تتشرب ولا اي حاجة انا هدخلها الاول دلوقتي على طول على فرن وساخن مسبقا على درجة حرارة 200 بنحطها على الرف الاوسط بنقيد من تحت بس وما بنقيتش الشوية خالص وهي بتتحمل معنا وبتاخد اللون الامر التحفة اللي انتو شايفينه ده لكن لو الفرن بتاك يعني ما بيحمرشه كويس وهو شغال من تحت نقدر اخر دقتين كده نقيد الشوية بتاعتنا علشان تاخد اللون اللي احنا شايفينه ده وشايفين هو عشان هي كايت متقطعها كويس بتتسلك بكل سهولة وبكل بساطة شايفين الطبقات بتاعتها عامل ازاي كمية لحمة حلوة اوي اوي فيها الجلاش مورق طري من جوه ومديها طبقة كريزبي كده من فوق ومن تحت حاجة كده الله المصلى على النبي اتمنى بقى دلوقتي ان الجلاش بتاعي يكون عجبكم شايفين عامل ازاي شايفين اصل الطبقات بتاعته عامل ازاي والجبنة عاملة على الوش ازاي مدياله لون حلوة اوي اوي وكانت مدياله طعم خرافة اتمنى ان الفيديو بتاعي النهاردة يكون عجبكم والوصفة بتاعتي تكون عجبتكم لو اعجبكم الفيديو متنسنيش في لايك وشير ولو اول مرة تشوفيني متنسنيش في اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد واستودعكم الله الذي لا تضيع وداعه وفي رعاية الله وحفظه ومع الف السلام باي باي